اهلا بكم في هذا الفيديو راح نتعلم كيفية تصميم بوستر احترافي لشركات السياح والسفر وعلى برنامج وورد وبدقائق معدودة نحب النوه انه جميع المرفقات المستخدمة في هذه المحاضرة هي متاحة للتحميل مجانا وعلى قناة التليجرام اللي راح يتم ارفاق رابطها مع هذا الفيديو في البداية راح نفتح برنامج وورد ونذهب الى تخطيط ومن ثم الحجم وننزل الى احجام الورقة الاضافية ونحن نخلي العرض 21 والارتفاع راح يكون ايضا 21 ومن ثم موافق كل ما هنالك انه سوينا قياس مربع او مقاس مربع حتى نعمل بالتصميم وطبعا في الاغلب هذه الاعلانات يتم نشرها في السوشال ميديا طيب من قائمة ادراج ونحن ندرج الخلفية الخاصة بها البوستر اللي هي هذه الخلفية حتى نحرك هذه الخلفية بسلاسة في برنامج وورد نضغط كليك ايمن على الخلفية ومن ثم التفاف النص ومن ثم امام النص طيب نرفع الصورة الى الاعلى ونكبرها الى ان تكون على ملء المساحة الان من قائمة ادراج شكل رح نختار الشكل الدائري وطبعا رح نرسم شكل دائري نضغط على شفت حتى يكون الشكل دائري بشكل كامل طبعا من تنسيق من قائمة تنسيق رح يكون التعبئة بشكل ابيض بلون ابيض وطبعا بلا مخطط تفصيلي ومن تأثيرات الاشكال رح نضيف ظل ونختار مثلا هذا الظل رح نستنسق هذا الشكل من خلال نضغط على كونترول ونبقى ضغطين على كونترول ونسحب وطبعا رح تكون بهذه المنطقة طيب الان رح نستنسق هذا الشكل ايضا بالكونترول وطبعا رح نكبر هذا الشكل لي بالنص حتى يكون شكل ماستر لا بأس انه هذا الشكل ينزل قليلا وهذا الشكل ينزل ايضا الان رح نضيف الصور بهذه الدوائر الثلاثة نضغط على هذه الصورة الاولى ونروح على تنسيق ومن ثم تعبئة الشكل ومن ثم صورة طبعا العمل دون اتصال او من ملف رح نختار هذه الصورة طيب الان رح نحدد هذه الصورة ومن تعبئة الشكل نختار صورة ومن ثم من ملف ونختار هذه الصورة ايضا بنفس الطريقة رح نختار تعبئة الشكل صورة ومن ثم من ملف ونختار هذه الصورة جيد الان صور اصبحت جاهزة هذا الشكل ممكن يكون الى الاعلى قليلا او الى اليمين قليلا طيب الان من ادراج وطبعا نختار مربع نص رسم مربع نص وطبعا رح نختار او رح نرسم مساحة وراح نكتب اسم الشركة اللي هي اورانوس رح نكبر النص وطبعا رح نختار نوع خط وليكن هذا الخط اللي هو جي است ومن تنسيق تعبئة الشكل رح تكون بلا تعبئة ومن المخطط التفصيلي رح تكون بلا مخطط تفصيلي طبعا نختار لون ابيض النص وايضا من تنسيق تأثيرات النص نختار ظل وليكن هذا الظل جيد الان رح نستنسيق هذا النص وراح نكتب السياحة والسفر من الصفحة الرئيسية رح نصغر النص قليلا وليكن بهذا الشكل وراح نمطي لون اصفر يكون اجمل طبعا رح يكون بهذه المنطقة جيد الان رح نضيف الفيكتر الخاص بالتخفيض من ادراج صورة وطبعا نختار هذا هو الفيكتر نضغط عليه كليك ايمن ومن ثم التفاف الناس نختار امام الناس حتى يكون بي المقدمة رح نكبر الفيكتر بهذه المنطقة هذا الشكل وراح نختار هذا النص رح نسنسخه من خلال كونترول وراح نخليه بهذه المنطقة ونكتب خصم ممكن طبعا نصغر او ممكن يكون اربعين جيد الان رح يكون بهذه المنطقة رح نستنسخه مرة ثانية رح نغير انجليزي وراح نكتب خمسين بالمية طبعا خليه يكون بولد وباللون الابيض وطبعا النص رح يكون بهذه المنطقة جيد الان ممكن انه ينزل الى الاسفل طيب الان رح نضيف الصورة الخاصة بالسوشال ميديا من ادراج صورة وراح نختار هذه هي الصورة طبعا ايضا نضغط عليها كليك ايمن التفاف النص رح تكون امام النص بهذه المنطقة ممكن تكبر مثلا بهذا الشكل طيب ممكن نستنسخ هذا النص بهذه هي المنطقة طبعا نكتب رقم تليفون عشوائي رقم عشوائي رح يكون به اللون الابيض جيد وراح نصغر الحجم بهذه هذا الشكل طبعا ممكن يصغر اكثر ممتاز الآن طبعا هنا رح نكتب الموقع العراق بغداد مثل ما نلاحظ اصبح عندنا اعلان احترافي لسوشال ميديا والخاص بالسياحة والسفر تابعونا بالمحاضرات القادمة رح ننزل اعلانات جديدة وبسيطة ايضا مع مرفقات احترافية بإمكانكم تنزلوها مجانا تابعونا بالمحاضرات القادمة تابعونا بالمحاضرات القادمة